الذي نستقبله في بداية العام الجديد عندما نحتفل يا اخوتي بعيد الميلاد الجديد المجيد انما نحتفل بميلاد السيد المسيح الذي جاء ليفتقد الانسان المتغرب منذ ان خلق الله الانسان وخلقه واراده ان يكون حرا ويكون سعيدا ويكون محفوظا في الوصية الالهية ولكن الانسان الاول خالف تلك الوصية وكانت السقطة وكانت المعصية وظلت هذه المعصية تنتقل من جيل الى جيل لان ادم وحواء كان رأس البشرية وعندما يخطئ الرأس يخطئ كل من وراء فحملت كل الاجيال هذه الخطيئة خطيئة المخالفة والمعصية حتى اننا نقرأ عن داود النبي والذي ظهر قبل ميلاد السيد المسيح بنحو الف عام نقرأ عن داود النبي انه يقول بالخطايا ولدتني امي هو نبي بار وقديس ومشهود له ولكنه ولد كمثل اي انسان يحمل هذه الخطيئة خطيئة المخالفة واحتاج الانسان لمن يرده ومن يجدد طبيعته ومن يعيده الى اصله النوراني الذي جبل عليه من هنا جاء السيد المسيح من اجل خلاص العالم ولكن العجيب يا اخوتي الاحباء ان السيد المسيح الذي جاء من اجل الانسان جاء الى عالم فيه كل نوعيات البشر فيه الاغنياء والفقراء فيه المعروفون وغير المعروفون فيه طبقات العليا والطبقات المتذنية فيه الرجال وفيه النساء ولكن من ستختاره لكي ما يعلم بخبر هذا الميلاد من هم اول جماعة عرفت بميلاد السيد المسيح للعجب يا اخوتي نجد انه اختار جماعة الرعاة رعاة البادية الذين كانوا يرعون في مناطق ما حول ارشاليم وحول بيت الاحباء الرعاة طائفة من البشر تعتبر طائفة مهمشة كان لا يستخرج لها تصاريح اقامة او بطاقة هوية لانهم مش قاعدين في حت وكان هؤلاء الرعاة لا يؤخذ بشهادتهم في المحاكم وكانوا ايضا يعتبر على هامش المجتمع ولكن لماذا اختار الله ان يكون هؤلاء اول من يعلم بالميلاد هؤلاء القوم كانوا رجال انقياء واطقياء واطقياء يعيشون حياتهم في اتكال وفي ايمان شديد بالله وكانا لنقاوة قلوبهم وامانتهم في اعمالهم ان يختارهم الله لكيما يكون الشهود الاول لميلاد السيد المسيح وهنا العجب بحسب اي مجتمع ربما نظن ان الله يختار الذين في المقدمة ولكن الله لا ينظر الى العينين بل ينظر الى القلب قلب الانسان كيف يكون هل هذا القلب نقي هل هذا القلب امين هل هذا القلب حي وتقي لقد كان الرعاها كذا ولذلك يا احبائي عندما كانوا يقومون باعمالهم في امانة وسط الليل في ظلام الليل وايضا في الجو البارد المعتاد في هذه الايام زي ما احنا عارفين في مناطق فلسطين ومناطقنا بيبقى البرد جديد في الايام ده وبعد يومين نحتفر ببداية شهر طوبة شديد البرودة ولكن الله اختر هؤلاء ويرسل لهم هذه الرسالة التي اريد ان اتأمل معكم فيها الرعاة كانوا يقومون بعمالهم في امانة وفي ضمير حي ولا رقيب عليهم سوى ضميرهم حدش بيفتش عليهم حدش بيشوفهم بيحرصوا القطعان ولا ما بيحرصوش منتهد اهتمام وفي ظلام الليل يظهر لهم ملاك ويقول لهم العبارة في الانجيل لمعلمنا ماري لوقة تقول فقال لهم الملاك لا تخافوا ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لهذا الشعب فقال لهم الملاك لا تخافوا ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لهذا الشعب واريد ان اتوقف معكم قليلا امام هذه الكلمات هذا الملاك من السماء وهو يحدث الناس على الارض ويختار هؤلاء الغير معروفين قال لهم الملاك هذه اول رسالة الملائكة سكان السماء يرسلهم الله لكي ما يخدمون نحن على الارض ويحمل لنا بشارات سماوية فمجرد ظهور الملاك مجرد ان السماء تحب الذين على الارض وتريد ان تسعدهم وتريد ويريد الله من خلال هؤلاء الملائكة ان يرسل خيراته وعطاياه الكثيرة والجديدة في كل صباح السماء تمتلئ باستجابات كثيرة للصلوات المرفوعة والله يرسل ملائكة في كل حين لكي ما يخدمون نحن البشر فالله عندما خلقنا لم يتركنا بل ما زال يرعانا ويهتم بنا ويرسل لنا وفي التقليد المسيحي يوجد الملاك الحارس لكل انسان ملاك حارس يحرسه الملائكة يحملون الخير للبشر نقرأ عن قصة زكريا الكاهن وزوجته علي صبات وكان برين امام الله النس عيشة كويس ولكن لم يسمح الله لهم بنسل وكان غياب النسل في العهد القديم يعتبر قضية خطيرة بالنسبة للانسان وكان يعتبر كأن الله لا يحب هؤلاء هذا قديما ولكن في وقت مناسب وبعد صلوات كثيرة وحياة في البر ارسل لهم الله الملاك جبرائيل وارسل لزكريا الكاهن ببشارة سيكون له نسل خير ولكن زكريا الكاهن بالفكر البشري لم يصدق فسمح الله ان يعطيه علامة الى ان يتم هذا الامر فصار صامتا ورجع بيته ما بيكلمش فعرفوا ان فيه رؤية شفها ولكن بعد شهور قليلة حبلت وولدت زوجته وعطاهم الله تحقيق هذه البشارة بشارة الملاك وعطاهم نسل سمين يقول عنه الكتاب المقدس والسيد المسيح انه اعظم وليد النساء انه القديس يحنى المعمدان الملاكة كده والانسان طول ما بيرفع رأسه للسماء وعيني قلبه الى السماء سيجد ملائكة تبشره دائما باخبار مفرحة هذه الجزئية الاولى الرسالة السماوية فقال لهم الملاك هو يقول لكل البشر اما الجزء التاني في الاية التي اضعها امام حضراتكم قال لهم الملاك لا تخافوا لا تخافوا ليل وبرد وغربة وشافوا نور فجأة الخوف مظهر طبيعي عند الانسان وان كان هو احد نواتج الخطية فالخطية جعلت الانسان ضعيفا جدا حتى ان القديس يحنى زهبي الفم يقول عن الخطية انها الكارثة الوحيدة في هذا العالم فمن نواتج الخطية التي سقط فيها الانسان الخوف خايف خف من حاجات كتيرة وطبعا موضوع الخوف ده موضوع متسع وقد يصل عند بعض الناس الى حالات مرضية لا تخاف الملاك يرسل هذه الرسالة لا تخاف وهو يقولها لنا اليوم لا تخاف هذه الرسالة مدعمة من عند الله لا تخاف نحن نحن نصلي في كل يوم ونتذكر هذا الوعد لا تخاف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت لا تخاف وتختار الكنيسة ان تصلي بهذه الكلمات في وسط الليل او قرب الفجر حيث الظلام دامس فتسمع هذا الوعد لا تخاف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت حتى ان شعر الانسان بمخاوف كثيرة انت موضوع ناية الله ولحظوا ايايا ان هذه الرسالة بصيغة جماعية لا تخاف الخوف اسلوب يعدي لما واحد يخاف يعدل لجنبي ولذلك هذه الرسالة الجماعية تطمئن الانسان انها رسالة طمأنينة ونحن في هذا العيد مع بداية سنة جديدة واحتفلنا بميلاد السيد المسيح انما يقدم لنا هذه الطمأنينة نقول في المزامير الرب نوري وخلاصي ممن اخاف الرب حسن حياتي ممن ارتعب هذا الامر يا احبائي يعني ان الانسان يجب ان لا ينشغل كثيرا بمديات هذا العالم الانسان الذي يرفع قلبه وفكره الى السماء سيتمتع بهذا السلام وهذه الطمأنينة طالما افكار الانسان وانشغالاته في الارض وانشغالاته تملأ كيانه لا يشعر بهذا السلام لانه يعيش ايضا في خطياء لذلك اخر اية في الانجيل المقدس للقديس يحن للقديس متى البشير يقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر ها انا معكم وهذا وعد الهي يقدمه الكتاب المقدس بفم المسيح الطاهر لكل انسان لا تخاف الفرح الذي يحتاجه الانسان احيانا لا يتوفر لديه ايضا للهموم التي يحملها والانشغالات التي يحملها على الارض يعمل على الارض ولكنه يتناسى السماء فلا يمكن ان يفرح الانسان الا اذا ارتبط بحياته الروحية ولم ينشغل باموره المادية وعندما اقول لا ينشغل بمعنى لا يعطيها كل اهتمامه وكل فكره وكل وقته وكل عمره في الانجيل المقدس نقرأ عن انسان اسمه زكا العشار زكا هذا كان يعمل عشارا في المجتمعات اليهودية مثل جابي الضرائب هذا الرجل كانت سعادته في المال الذي امامه كان يشعر ان الحياة كلها في هذا المال يعد يعد المال اللي بيجيله يسجله في دفاتر يعمله حسابات وليس في عالمه اخر ثم جاء وقت سمع عن السيد المسيح فاراد ان يراه كانت عنده مشكلة انه قصير القام هتعمل ايه يا زكا قال يعني البرستيش بتاعي ما يسمحش ان انا اروح فوس الناس كده هتعمل ايه قال انا هختفي في شجرة في نفس الطريق اللي بيمر عليها السيد المسيح اشوف السيد المسيح من هو وامشي مجرد نظرة وقد كان صعد الى جميزة وانتظر مجيء المسيح ولكن للدهشة وقف السيد المسيح عند هذه الجميزة ونداه وقال له يا زكا اسرع وانزل عندما طلاقت عيني زكا بعيني السيد المسيح تغير تماما وخرج من داخل حب المال وانفتحت امامه ابواب جديدة وشعر بسعادة بالغة حتى انه في هذه المقابلة ضحى بنصف امواله وعطاها للمساكين في موابلة واحدة في دقائق ايه اللي حصل يا زكا قال عندما جاءت عيني في عيني السيد المسيح المخلص الذي جاء من اجل كل انسان شعرت ان كل ما في يدي هو تعاسى وليس سعادة فتركت كل شيء وتبعت السيد المسيح الفرح يا اخوتي والسعادة التي يبحث عنها الانسان لن تكون ولن تتوفر الا عندما يتنقى قلب الانسان كما هو مكتوب طوب لانقياء القلب لانهم يعينون الله ها انا ابشركم بفرح عظيم هذا الفرح العظيم لا يشعره الانسان الا اذا تنقى قلبه من كل محبة ارضية نعيش على الارض نمارس حياتنا ومسؤوليتنا واعملنا ونمارسها بامانة ولكن القلب عمران بالله وفرحان بالله اما الجزء الاخير في هذه العبارة فقال لهم الملاك رسالة سماوية لا تخافوا رسالة طمأنينة ها انا ابشركم بفرح عظيم رسالة فرح اخيرا يكون لجميع الشعب وهذه رسالة جماعية في المجتمع لا يصلح ان يكون فرد سعيد وافراد غير سعداء الفرح عندما يعم ينبغي ان يعم الكل ويفرح به الكل ويعيش فيه الكل ولذلك جاء السيد المسيح لكي ما يفرح كل انسان فبشارة السيد المسيح وعمله هو من اجل فرح كل انسان كما تعلمون ان كلمة انجيل معناها بشارة مفرحة فالسيد المسيح في ميلاده جاء لكي ما ينقل فرح للانسان كان غائبا عنه وجاء السيد المسيح لكي ما يقدم هذا الفرح ويصير بجوار كل انسان لكي ما يتمتع بعمل السيد المسيح ومجيئه الى الارض وتجسده من اجل خلاص كل انسان الفرح يكون لجميع الشعب ويقصد بهذا الشعب رغم ان السيد المسيح ولد على ارض يهودية لا يقصد به الشعب في هذه الارض ولكن يقصد به جميع العالم والحقيقة في ميلاد السيد المسيح اجتمع حوله الرعاة وهم يهود ثم المجوس وهم وناس يعبدون الاوسان واجتمعت ايضا الملائكة التي انشدت انشودة الميلاد المجدل الله في العالي وعلى الارض السلام وبالناس المصر فحول السيد المسيح اجتمع اليهود ممثلين في الرعاة واجتمعت الامم ممثلة في المجوس واجتمعت السماء ممثلة في الملائكة فكانت هذه الفرحة فرحة ثلاثية لكل العالم وكل العالم استقبل ميلاد السيد المسيح بهذا الفرح الفرح يكون لجميع الشعب هذه احبائي رسائل نستخلصها في حدث ميلاد ربنا يسوع المسيح هذا الحدث الذي جعل الزمن مقسوما الى ما قبل الميلاد وى ما بعد الميلاد اننا في هذه المناسبة التي نفرح فيها جميعا على ارض مصر نحتفل بهذا العيد حسب التقويم الشرقي كما احتفل اخواتنا منذ حوالي اسبوعين حسب التقويم الغربي وكأن الفترة التي تمتد من 25 ديسمبر الكريسمس لغاية 7 يناير هي فترة احتفال ممتد بعيد الميلاد المجيد هذا الحدث الذي جاء فيه السيد المسيح من اجل كل انسان اننا يا اخوتي نصلي ونصلي بعمق قلوبنا من اجل بلادنا المحبوب مصر ونصلي بالحقيقة ان يحفظ الله سلامها وامنها ويحفظ استقرارها ويحفظ وحدتها ويحفظ بالاكسر صورتها التي حملتها عبر التاريخ وتحملها الان لكل العالم نصلي من اجل هذه البلاد المحبوبة جدا والتي نعش اخترابها ونيلها وهوائها والتي اعطتنا جميعا نعم كثيرة في حياة كل انسان هذه البلاد المحبوبة التي نفتخر اننا ننتسب اليها هي موضع صلاتنا في كل حين لا نصلي من اجل الارض ولكن نصلي من اجل البشر من اجل كل انسان ان يحفظ الله بلادنا بداية بداية من سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي وكل المسؤولين كل في موقعه وفي مكانه لكيما يعطي الله الجميع هذه الحكمة والمسؤولية في ادارة شؤون البلاد والعباد بالروح المصرية الاصيلة التي خبرناها جميعا نصلي من اجل المناطق والبلاد خارج مصر التي فيها صراعات وملتهبة نصلي من اجل ان يسود السلام بالحقيقة ولكن السلام لن يسود الا اذا تاب الانسان ورفع عنه خطيات نصلي ان يعطى الله فرحا وسلاما وهدوءا لكل المناطق التي فيها سراعات لكي ما يكون البشر الذين خلقهم الله وجعلهم على قمة الخليقة يكون حسب قصده ليعطينا الله يا احبائي يعطينا بركات هذا الميلاد المجيد في حياتنا جميعا ويجعل فرحنا بميلاد السيد المسيح ليس مناسبة تاريخية ولكنها مناسبة حياتية نعيش فيه لان المسيح السيد المسيح جاء من اجل خلاص كل انسان لإلهنا كل مجد وكرامة من الان ومن الابد امين